أهلا وسهلا بكم ببدويتراز اليوم عنا شو كتير مهم بدنا نحكي فيه عن جاري جانسلر وشو عم بيصير مع الساك من ناحية البيتكوين سبوت اي تي اف وليه هالأمر عم بيخوفنا بدنا نحكي عن 18 بونك عملاق وشو قاله عن الفيدرالي في 2024 وكتير أخبار مهمة عن عدد 8 رقمية مثل ما عوضتكن أنا يوميا وبنلكن أخر أخبار لكريبتو اشتركوا في القناة دعونا نبدأ أهلا وسهلا بكم أول شي خلينا نبلش بالبيتكوين البيتكوين شفنا صعود إلى مبارح جاي جميل جدا اردنا لستة واربين ألف ولكن ارتدينا للأربعة واربعين ألف ومئتين والعالم خافت هالارتداد إجا بسبب قوة الدولار الأمريكي يلي شفنا صعود كتير قوي فيه تذكروا مثل ما حكينا قبل صعود بقوة الدولار الأمريكي لحيكون سلبة على الأصول الخطيرة يعني الكريبتو والأسهم هبوط بقوة الدولار الأمريكي لحيكون إيجابة للأصول الخطيرة مثل البيتكوين والأسهم هيدا أمر ضروري يترقبه بعالم الأسواق المالية بشكل خاص الآن الأمر الثاني اللي بدنا نحكي عنه هو الساك طلع التقارير إنه الساك أوفرولمد أوفرولمد يعني ما عم بيلحق على الطلبات وعلى المعاملات اللي عنده إياها للبيتكوين سبوت إتف هيدا أمر أثار خوفة بعض الشيء ليه؟ لأنه الساك لحتى يقول إنه أوفرولمد يعني عم بيحضر العالم إنه ما عم بيلحق عم بيقول إنه هو ما عم بيلحق هل معقول يأجل يقولون ما لحق تدرس كل الطلبات ويأجل لشهر المارش على هالأمر؟ هيدا الأمر اللي مخوفني أنا وضروري رائب وضروري تكونوا إنتوا حاضرين إذا صار هالأمر إذا تم تأجيل البيتكوين سبوت إتف لشهر مارش هالأمر لحيكون كتير سلبي على المجال ضروري تعرفوا لأنه لحيكون العالم لحد بيها لح تخاف لح تقولي ممكن ما يقدر يرجع يوافق هيدا الأمر بشكل عام سلبي الشغل الثاني اللي لازم تتحضر عليا خبر ما يعرف بـ sell the news buy the rumor sell the news اشتروا الخبر وبيعوا الحدث يعني وقت يتم الموافقة على بيتكوين سبوت إتف معقول كتير نشوف ريترايسمان تصحيح له لأنه في كتير عالم مثلا grayscale bitcoin trust اللي بيحملوا ملايين يعني كميات هائلة من البيتكوين معقول كتير لأول مرة العالم اللي بيحملوا الأسهم تبع لحيقدروا يبيعوا وياخدوا أرباحهم هالأمر لأول مرة يعني بيدخلوا هول اللي عنده نيهون غريسكي لحيدخلوا على السوق يمكن يعمل ضغط بيع بعض الشيء ويعمل تصحيح هل هالتصحيح بيعني قيعان جديدة ما بعتقد مع بس تصحيح صح هيدا لح تكون فرصة من العمر بالنسبة اللي عم قلكنيها من هلا كونوا محضرين إذا حصل التأجيل ولا إذا حصل ببيع الخبر buy the rumor sell the news هيدا الأمرين لحيكون فيهم تصحيح ويمكن هالتصحيح لحيكون فرصة من العمر اللي حتاخدوه قبل ما نشوف الصعود الأول لأنه بعد فترة من التداول وبتكوين spot ETF وعننا وبتكوين هافين وكل الأمور الجيدة الأسواء لحطير يعني كونوا جاهزين حضروا العمليات اللي بتحبوها حضروا الأمور اللي بتحبوها من هلا قبل ما وقتا يصير التصحيح لتكونوا جاهزين إذا ما نكون حطين خطة على الأرجح ما لح تشتروا ولح تضيعوا الفرصة منكم ما أنا نصيحة أسمرية هيدا رأيي الشخصي غريسكيل من ناحية تانية شفنا شفنا عدة أمور طلب غريسكيل بيتكوين spot ETF كانت عم يحكوا عدة أشخاص أنه ناقص بعض الأمور ما أنهم عرضين أسامي العالم اللي عم يدخلو فيه تذكروا مثلا بلاك روك حيثت اسم جاي بي مورغن حيثت اسم البنوك والشركات اللي لح تساعدوا بهيدا بهيدا الأمر غريسكيل من ناحية رأى بها الشغلة هل هالأمر بيعني أنه احتمالي أنه يتم تأجيل وأنه ما يتم الموافقة عليهم أكيد في احتمال من هالأمر غيريك خلا نحكي عن 18 بانك عملاء بانكس بأميركا تتوقعوا أنه الفيدرالي لح يبلش تخفيض الفويد من هيدا السنة وشو توقعوا تحديدا بتخفيض الفويد توقعوا 75 نقطة يعني 0.75 بالمئة لحيتم تخفيض الفيدي بال2024 على عدة مراحل يعني على الأرجح ثلاث تخفيضات هذا أكيد لحيكون أمر إيجابي جدا للمجال وتذكروا بهذا يعملوا بسبب الانتخابات الأمريكية وكتير أمور غير أحد الأمور اللي لفت لي نظر إنه هالزلمة مخيف هالزلمة اللي هو المؤشر العكسي جيم كريمر كل ما يحكي شغلة بيصير عكسة مشهور هالزلمة طلع وقال لأول مرة من فترة طويلة إنه البيتكوين حكي بإيجابية عن البيتكوين البيتكوين هون لا يبقى وملاح يروح محل بلش يحكي بإيجابية عن البيتكوين ومجرد بلش يحكي بإيجابية عن البيتكوين شفنا الهبوط اللي شفنا مبارح للأربعة واربعين ألف عن جد هيدا شخص مخيف إذا بتطلعوا على تاريخه مثلا لاحظوا وين قال مثلا قال بأواء الآلفان وثلاثة وعشرين قال سنة كتير ضعيفة للكريبتو شو عملنا بالالفان وثلاثة وعشرين لهلا صعود بس للبيتكوين رجع قال بوقتها كانت البيتكوين تقريبا شي خمستعشر ألف بنوفمبر لالفان واثنين وعشرين كانت البيتكوين خمستعشر ألف قال قال البيتكوين ملحت ترجع والعالم البولش على الكريبتو والبيتكوين هيدول اللي بيذكروني بالصين لأنه ما بيعملوا مصاري ومدري شو شو صار من الخمستعشر ألف لهلا صعود غير متوقف يعني شو بتلاحظوا كل مرة بيحكي شي بيصير عكسه هلا حكي إيجابية وبلشنا نشوف عكسها يعني هيدا مؤشر عن جد لازم يحطوه على تشارت مؤشر مخيف ما بيخطي أبدا بس أكيد عم نمزح نحن ولكن غريب هالذلمة خلينا نحكي شوي عم مايكل سيلر مايكل سيلر كلنا بنعرف البيتكوين قرر يبيع من أسهم الشخصية ثلاثمية وخمسة عشر ألف سهم من مايكروستراتيجي الشركته هو الخاصة بقيمة ميتين وخمسة عشر مليون دولار ويشتري فيهم بيتكوين هو بيحمل كميات كبيرة من البيتكوين أكيد بس هلا عم بيزيد الستاك تبعه الشخصية يعني البورتفوليو تبعه الشخصي غير هيك فورتنايت و جي تي اي سيكس Grand Theft Auto 6 يعني هول لعبتين مشهورين بالعالم الألعاب التقليدية شو بيقولوا عم بيقولوا هني عم بيجربوا يشتغلوا على متافرس شغال مظبوط قبل ما حال شركة متافرس بالأسواء الويب ثري يشتغلوا عليها إذا دخلوا فورتنايت و جي تي اي سيكس على المجال هيدول عمال قبل المجال أكيد لح يعملوا نتيجة كتير كبيرة الصين عم تشهد زيادة كوروبشن يعني فساد اللو علاقة بالكريبتو ورشاوة بالكريبتو هيدا الأمر كتير سلبي صراحة لأنه بنعرف الصين فيهم يسكروا بيسكروا ساعة ما بدهم كل فترة بيغلقوا الباب على الكريبتو ما بدنا ياهن هلا في فومو من هونغ كونغ وبلشوا البيتكوين سبوت اي تي اف هونيك ما بدنا الصين تغلق الباب مرة تانية ساي طلعت من أكتر العملات اللي صعدت يا اللي هي تلاتة وعشرين بالمية ساي عم تطلق هي عكيد على الكوزموس ايكو سيستم والكوزموس ايكو سيستم عم يتم العمل عليه بشكل كتير كبير بدأت تواصل مع باسيل اليوم لحتى نحدد النهار لنطلع ونعمل بث عن الكوزموس ايكو سيستم والايردروبس اللي جايين عليه ساي عم يشتغل على نظام برلاليزم نظام جديد في حاليا فومو عليه بشكل كتير كبير ويمكن عم يعمل نتايج جيدة سولانا بتقطع الاثيريوم من ناحية العملات السابتة اللي على شبكة سولانا هي اليو اس دي سي لأول مرة باخر سبعة ايام بس اكيد ولكن هيدا امر ايجابي للسولانا غير هيك بدنا نحكي عن عن البانكيك سواب بانكيك سواب عملوا تصويت ليقيموا 300 مليون عملة كيك يلي هي عملة بانكيك سواب من التداول يعني هالأمر بخفض النسبة بشكل كتير كبير صراحة هن يعني بتوصل هلا الكمية 450 مليون فقط هدا امر ايجابي لسارة من شفنا صعود بعملة كيك غير هيك بني حذركن من كريبتو سكامرز يعني نصابين بالكريبتو سرقوا في احد الاشخاص سرقوا ونصابين سرقوا مئة وثلاثة وعشرين ألف دولار من بقيمة مئة وثلاثة وعشرين ألف دولار استي ايث ولكن اللي فاجأني مئة ومئة سرقها سرقها من مؤسس محفظة حدا مخترع محفظة يعني هدا شخص بيفهم بالمجال وبيفهم بالتكنولوجيا وبيعرف كيف تبعها سرقوا منه انخيرير خارق دحك دحك عليه بطريقة ايردروب فأس على روابط خطأ وصل محفظته بروابط خطأ وتم سرقة منه مئة وثلاثة وعشرين ألف ايثيريوم بقيمة مئة وثلاثة وعشرين ألف دولار ايثيريوم اكيد هيدا ليه عم بيحكي عن هالموضوع لانه اذا تم السرقة من شخص بيعرف وشخص بيفهم بالمجال بحال قدر يعني عامل محفظة هو مخترع محفظة وعامل أمور غير تخيلوا كيف مفيد تصرف معنا نحنا او مع الأشخاص العادية ضروري تحموا حالكم وما تفقسوا على روابط منكم متأكدين منا أبدا وما توصلوا محفظتكم الأساسية بشيء له عليه قبل ايردروب عملوا محفظة ثانوية ووصلوا هونيك هيدا ضروري تعملوا لتحموا حالكم هيدا كل شي انا عندي الى اليوم ان شاء الله انبسطتوا بالفيديو اذا انبسطتوا اعملوا لايك اعملوا سبسكراب للشانل والحقوني على تويتر بعمل ملخصات يومية بحكيكم عن كل شي عم بيصير بالسوق أهم الأمور ايجابية وسلبية هيك بتكونوا أبدايت مرة تانية انا بشوفكم قريبا بفيديو جديد وماركت أبدايت جديد شكرا